يتألق النجم الجزائري محمد الأمين عمورة في ناديه فولسبورغ الألماني الذي سبقه في اللعب بألوانه المايسترو كاريم زياني ولكن مع اختلافات كثيرة بين اللاعبين وفترة تحترفهم بألمانيا فكاريم زياني ذهب إلى فولسبورغ وهو بطل ألمانيا وفي استعداده للمشاركة في رابطة أبطال أوروبا ومدعم بالنجوم بينما تنقل عمورة إلى الفريق وليس في جعبته أي تألق وكان الموسم الماضي بمستوى دون الوسط وهو غير معنى بأي منافسة أوروبية ولا يضم حاليا أي لعب كبير وقد يكون عمورة الأهم في النادي على الإطلاق عندما توجه كاريم زياني إلى ألمانيا كان نجما في مرسيليا ونجما في المنتخب الوطني الجزائري في زمن ربح سعدان أما عمورة فما زال يبحث عن نفسه سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع المنتخب الوطني وعمره حاليا أقل من العمر الذي تنقل فيه كاريم زياني إلى ألمانيا وجد زياني صعوبة كبيرة في فرض نفسه وعندما بدأت منافسة رابطة أبطال أوروبا صار احتياطيا وأنهى موسمه خارج قائمة الثمانية عشر لعبا أما عمورة فتذوق مبكرا حلوة التسجيل في ألمانيا طريقة لعب عمورة وحتى المنصب الذي يلعب فيه مختلفة تماما عن كاريم زياني ما رأيكم في مستقبل عمورة في ألمانيا والمقارنة بينه وبين كاريم زياني شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد